السلام عليكم مرحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخواتاتي كدير يلبس لكم باخير هن ينكركم زياني نتمنىكم ان تكونوا باخير وعلى اخير فينما كنتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي الفيديو جديد الفيديو ديال يوم الجديد ان شاء الله سينتقاسم معكم طريقة ديال التهرس ديال الزيتون ايضا سينتقاسم معكم حتى طريقة ديال التصدير دياله يمكن اللي بقى معكم عام عاماين كتر ما كيوقالو حتى شي حاجة كيف يبقى كيف مهوة يعني ما كيخسرش او ما كيرشاش فمعلكم اخواتي غير تتبع معي الفيديو من اول حتى الاخر باش شوفوا معي الطريقة دياله وقبل ما نبدو الفيديو ديال نكفلنا العادة ننسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومحمد وعلى اهلي واصحابي اجماعي ما تنسونيش اخواتي من اللي لايك ومتعلكم الزوينة اللي كتفرحني بزر وندزون ان الطريقة مع بعدياتنا فبسم الله على بركة الله احنا بديت لكم الفيديو يختم الزيتون من الشجرة يعني حيته جديد من الشجرة كيف مما كاتلاحظوا معي بالنسبة للزيتو اللي كان هرسو ضروري ما يكون خضر بحال هاكا يعني يكون بالتبح اللي بتاكي طيب ويكون باقي اللون دياله وخضر يعني ما يكونش حمار انتم اهنا من بعد مما احيت السيتون بالنسبة لهاد الحمار اللي محيدة اللي محيدة حتى وغادي ننقيه وغادي نديرو بوحده وغادي نتقاسم معكم ان شاء الله طارقته وبوحده يعني زيتون شقوق وما ينتقاسن معكم ان شاء الله طريقة ما يحتياه من عدم كل مياه held يعني كيميه 모اه كيف محيدة ни ضئ learnt كيف محيدة الكيميه كيف محمد الزيتون اضيف المزيد من الزيتون يجب ان اضيفه القذلة نضيفه بجرد حمض و نضيفه 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 بالنسبة لزيتون انزل الزيتون سلوز الزيتون بطريقة العادية والزيتون اخذت الزيتون لتغسل الزيتون لغتيت هناك ايضاً لغة الطبلة يمكنك التنسيب ويستخدمه ويقدر علي الحجرة الكبيرة ويقدر حرص في الحجرة الصغيرة بهذه الطريقة بالنسبة للخواتي الزيتون نحاول انكم تهرسوه انفى يتحل يعني انفى يتهرس ونزيدو الشيطان حاولو انكم لا تهرسوه او العظماء ذلك الهرسوه ذلك العلفاء من داخل طبيع الهرسوه قد يرشمعكم يبقى صحيح وكما قلت لكم حاولوا ترسوه غير يبال لكم انه تحل بحال هاكا صافي ما تزيدوش تضغط عليه كتر من هاكا صافي هنتو ما كندير بالثلاثة بعد شمارت بالربعة بالوحدة بالسوج ومراح في الساعة ما كياخدش مدة طفيلة فاش تكونو كترسو الزيتون ضروري ما تستعملو هاكا شي لوكو يدي ليدين صراحة انا ماكنوش عندي بنتوفرين ومستعمل سهمش ويدي في الاخير ولو حالتهم ذاك الزيت ذاك اليدام ديال الزيتون فضروري ما تستعملو هاكا شي لوكو يات او قفازات في اليدين بس تحتافظوها كا على يديكم انا مهم ها الريص صغير بحال هاكا حتى الاخير عاد اغسلت يدياكا بشوية دي رجابي مهم راك يرد اليد حالتهم لك شارشو كتلكم يلا كانو مطفرين عندكم قفازات ستعملوهم في يديكم هنتو ما كنهرسوا واحد الكيمياء اللي زوينا كما قلتلكم هاد اول موسم ديالو نستغلو هاد الموسم ونهرسو الزيتون ونحضرو هاكا في البيت علي الديناما كينا احسن الحجاف في الدار وطبيعة الحال بكمية اللي كثيرة وكي تحصرها حتى نزوين يحسن ما نبقوا ناخدو هاكا من الصنقة بالنسبة للاخوان وبدالاخوات اللي غادي شاهدوا هذا الفيديو غادي تقولوا لي لأتمينا شحب داير عندكم 8 ديال زيتون في اي مدينة طبيعة الحال بالنسبة للزيتون احنا في منطقة الشرقية مهم سمعت داير 15 درهم الشي اللي سمعت ما ما غضي تقولوا لي التامن شحال داير عندكم بالكيلو صافي كنبقى نهرس حتى كنعمرك ندر واحد كمية كتيرة كنناخد واحد القريعة دياللماء كندر فيها النص دياللماء وكنوضع الزيتون ديالي فيها مهم صراحة ندك المقطاع تحدث معي فاش كنهرس الزيتون كما دكت لكم خديث واحد البواطة او قريعة مهمة نستعمل في القراءة هنا يا درت فيهم نص دياللماء وصوف يكون ندير فيهم الزيتون ديالي بالنسبة للماء اخواتي واحد من مقطاع اللي مهمة مهمة جدا يلا بغيتوا الزيتون انه يصبر معاكم مدة طويلة ما يوقع له حتى شي حاجة يبقى كيف مهو يعني ما يرشى ما يبقى له حتى شي حاجة ديروا الزيتون ديالكم في المال لي كيكون حلو يعني الماء ديال الحاسي او ديال البير ولا ديال العين مهم يكون الماء حلو انا صراحة من قبل قد كنديرو في الما ديال الدار يعني الما ديال الروبيني وكان صراحة كيخسر معايا يعني كان كيرشى يلا اضرب لي قاعدك ست شهور سبع شهور صافي وكيبقي يرشى يعني كيبقي يهبط كيف مما كان قولو فمن لي بقيت كنديرو في الما حلو يعني في الماء ديال الحاسي ما كيوقع له حتى شي حاجة كيبقي كيف مهو زيتون كيبقي صابر وقاصح بحلي يالله يعني حضرتون مهم هذي واحد مقطة مهمة ومهمة جدا لو كنتوا قد تحصى فضو بزيتون ديالكم مدة طويلة فحبوا عنكم تديرو في الماء اللي يكون حلو و ايضا خدوا الملحة الحية اكل ملحة ديال الحجرة خدوا هكا واحد الحجرة منها ودقوها وديروها في الزيتون ديالكم من بعد مما كترسوها بحلاكة ركيبقى معاكم مدة طويلة سنين وسنين مما كيوقع له اخواتي حتى كتبغيب تأكلوها عاد كتزول قرعة ديالكم كتحليوها صافيو كتشرموها عفوو ولا يعني كتديروها كيف ما بغيتوا ادديو لها كيبقى الزيتون كيف ما هو فانتما كتلاحظوه لها من بعد ما هرست الزيتون عمرتوا في القريعات وهم هني انا صراحة الملحة الحية او الملحة ديال الحجرة عاد غدنناخدها وندير الزيتون ديالي مهم هاذي للناس اللي غد اهرسوا واحد الكيميا كتيرا محالياه وغد احتفظو بها فضروري ما تديرو في المال اللي كيكون حلو يعني المال ديال الحاسي ولا ديال العين لا تستعملوا الماء الروبيني حتى يكون مالح و فيه ذاك المواد اللي كيديرو فيه فراه كيرشي الزيتون ضروري ما تديرو في الماء اللي يكون حلو ومتاخدوا حجرة ديال الملحة الحية ضقوها وديروها في الزيتون ديالكم صافي وخليوها ركي يبقى معكم مدة طويلة ومتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو متمنى يلعجبكم ما تبقوا يشالي يبلي لايك تعرقكم الزوينة اللي كتفرح للزب غدي نتقاسم معكم ايضا حتى الزيتون الحمر مشرط او مشقوق طريقة اللي سهلة ديالزاف وغدي نتقاسم معكم واحدة شرمينة اللي غدي نديرها ان شاء الله ديالزيتون هذا فغير خديكم معي وتابعوا معي الفيديوهات الجايين ان شاء الله غدي نتقطع جايهم معكم مهم خوة اخواتاتين تمنى الفيديو يبقوا لإعجابكم وهنا غنبلكم شكرا بزافة ومتابعة ديالكم وبسلام عليكم مع فيديوهات جداد ان شاء الله